هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع لأكلة لها طراصها ولها تاريخها ولها مزاقها الخاص لأنها بتتعامل من المطبخ المصري بفول مصري من أرض طيبة أو هتروحوا بقية تابوني بعد الفاصل وارجيها لحضراتكم بعد الفاصل لأكلة لها طراص مصري واخد الشعار المصري حتى لو أكلناها عند صور الصين العظيم حلو بصارة أمهاتنا أشطر حد في العالم يعملها حلو الكلام فول ما تشوش ولازم ننقيه كويس ما يكونش فيه حاجات مثلا زلطة رملة تينا واحدة مش متأشرة الحاجات دي كلها ننقشرة الفول في البصارة تنفرق معنا بالشكل ده كده بيتغسل مرة اتنين تلاتة ويتنعمل بالليل أمهاتنا علمونا كده دي ما فيهاش تأليفة ومعنا باسترمة بتجيبها من عندي بقال معرفة ونشيل التوبنج بتاحها اللي هو عبارة عن حلبة مطعونة وتوم أنا مش عايزه ومعنا باقدونس وأرني فلفل حار شوية ومعلاد كوزبرة خضرة وتوم مفروم ناعم وزيت زيتود وخلص الكلام البصارة هي أكلة سيامي أخواننا المسيحيين طبعا مرجلكم تحية كبيرة طبعا معروفين نحن دا كلها دايما في السيامة ولكن أنا هضف لها باسترمة ده اختياري مش عايزينها مفيش اي مشكلة الميادير زي الفول على الشاشة تعالوا نشوفوا احنا محضرين ايه ومجهزين ايه حلوة اوه الفول ده عشان احطه على النار عايز الوقت من طبعا الكبيرة علشان تستوي فأنا طبعا اختصرت الوقت وحطت الفول على النار مع بصلايا وخمس ست فصوص طوم واستوي الفول معايا وبقى معايا بالشكل ده كده وتحنا وصلنا للمرحلة دي الحمد لله اه 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 ده الفول اه 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 فول مطحون زمان طبعا امهاتنا يمسكوا الفول ده في مصفة كده وباديهم كده لغاية لما ينزل من المصفة انا افكر المنزر ده لغاية دلوقتي كانت ثم تعملها كده مفيش بقى الخلاط يضرب اه 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 الخلاط اه اه مفيش بقى خلاط كانت تضربها في خلاط والجو اللي احنا عارفينه دلوقتي ده تكنولوجيا لا خالص الفول يتسلق كويس وبعد ما بيتسلق بتسيبه يبرد شوية وباديها كده ولا بالمغرفة تقعد يعين تقلب فيه لغاية لما ينزل من المصفة ناعم اه اه حلو كده الفول تمام طيب ايه اللي بعد كده اشيف الخضرة بتاعة البصارة تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي وخاصة المبتدئين في المطبخ يعني المبتدئين في المطبخ دايما يحبوا يعملوا الاكلة بتاعة امهاتنا فاحنا بنساعدهم كمان يعملوها بطرقة حلوة معانا باقدونس بنشيل العروق بتاعتهم معانا اتصال مين من الحبيب اه الشكل ده كده اخوانا الكوريين يعني زي اخوانا الماليزيين واليابنيين المطبخ كله داخل لبعضه يعني حلو كنزات طلياني كده مع المطبخ المصري والمطبخ الايطالي والمطبخ اللبناني سوري مصري ايطالي لبناني برضو التلاتة متشابهين لبعض المطبخ الكوري والمطبخ الياباني والمطبخ الماليزي التلاتة مدرسة واحدة حلو يعني مثلا عندك الاكلة الكورمبي مثلا احنا دايما نخلله في البيت عندنا بعد ما بنعمل اكلة محشي بنحط عليه خمس ست في سوس طوم بنحط عليه الشطة ونحطه في برطمان او بعد يكون مسلوق ونأكله طبعا اخوانا الكوريين بياخدوا الكورمبي داي يتقطع ويتحط عليه فلفل حار جدا ويبقى لونه احمر مع السويا سوس والوسابي سوس ويبقى بتخلي الواحد ياكل كده ومحتاج ان هو يقعد ايه يهوى على بقق المدة ساعة انا الخضرة معايا بالشكل ده كده بفرومها بالسكينة ده البقدونس مع شوية كوزبرة زي الفل عازاها سبايسي بناخد الارن الفلفل الحار بالشكل ده كده وعندي طاصة شديدة الحرارة مع زيت سمسم بأسوري مع زيت زيتون الكوريين على طول عندهم زيت السمسم ده اساسي اه وارن فلفل اغضر زي ده كده دي الخضرة بتاعة البصرة فلفل حار بقدونس كوزبرة طيب وصلنا تمام زي الفل معانا يعناع هي اغضر باخده برضو بفرومه بالشكل ده كده عازا تعمليها بالملوخية النشفة اهلا وسهلا في قلب الفل ده بتحط شوية ملوخية تاخد غلوة تزينها بالتومة والزيت دي طريقة طريقة اللي انا بعملها دي بقى طريقة شوية فيها ايه تأليفة يعني جربيها عجبتك اهلا وسهلا ما عجبتكيش خليك على الطريقة اللي اتعلمتها من ماما بخسرناش حاجة حلوة طعصة شديدة الحرارة بنحط شوية زيت زيتون حلوة اوي وناخد الخضرة دي كده مع عفاس سيتوم حلوة ما نستناش عليه لما ياخد لون وناخد الخضرة بالشكل ده كده اهو العب اه 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 الصوت دايبي يجوعني اه 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 كل دول هنا مع بعض واقلبهم كويس بتقليبة حلوة كده اللهم صلى عن النبي بشوح الخضرة في زيت زيتون حط عليها بقى التدبيلة شوية ملح شوية فلفل شوية كمون الخضرة دي هتنطرب في الخلات تبقى نعمة نسقط على البصرة غلوة ونغرف ونأكل شايف الخضرة اه 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 الله عن الريحة الحلوة حط عليها شوية زيتون كمان حط البهارات بتاعتي ايه بهاراتك عم تشيف شوية كمون كده حلوين عشان الكمون بيعالج مشاكل القلون لان الفول مشكلته يقول لك انا الله ما بكلش الفول ليه حاج يقول لك الله بينفخ لمعديته وبيعمل ليه مشاكل مع القلون لا انت عندك الحل الكمون على الفول ودعا لمشاكل القلون وعصرة اليمون كده على طبع الفول وانت بتفتر الصبح عشان تستفيد بفايتامين سي مع الكمون تبقى لطيفة وحلوة شايفين كده الخلطة بتاعت الخضرة اه زي الفول بس بها كده تماما اه التقليبة دي مهمة جادة طبعا ده عدين اللي بشوفنا دلوقتي هقولك شيف المغاز هيعمل دلوقتي ايه جريمة جريمة مطبخ ايه هي هي هياخد الخضرة دي يحطها على البصارة طبعا مستحيل يعني اتكلمك باجيب الكابة هديب دي جريمة دي كده انت بتغير في اكلها لها تراسة ولها تاريخة انك تحط عليها بسترمة والشكل كمان ياولي 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 اه هناخد الخضرة دي كده بالشكل ده كده اه هبتغل في الكابة وتتفرب ناعم قوي اه انا عايز التواصل لانا اشغال فيها دي خلي بالكم مش هفرد فيها ما تروحش على الحوض عايزها اه 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 وااخد الخضرة دي عم الشيف افرمها ناعم جدا بريد زي الفول بالزبط وشوفوا بقى الشيف ايه هيعمل الطاشة ازاي الحلوة اه حاجة مش جديدة ولا حاجة هي يعني مدرسة سهلة كده المبتدئين في المطبخ يحبوها ويستطعموها والطاسة دي هنخلىها لجنب وناخد الكابة دي عم الشيف والله ما صل عيني حاضر حاضر يا غالي ونفرم دول ناعم قوي 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 طبعا زيت الزيتون جواهم والخضرة دي هما يساعد على ايه الفر الشكل ده كده بسرعة يلا الله ايه الحلاوة دي peppers ايه الحلاوة دي؟ فاة الواقع ايه الحلاوة دي عشرة ايه 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 ازي الفرن بس خلاص نشم ديهنا كده ورواه ديه ايه والسر في الطاصة لا في الكبه السر في الكبه ايه بناخد الطاصة دي كده تاني معلش ايه ايه بنحط شوية زيت صغيرين شو بقت ركادي كده ايه حال واوي ايه الأخبار وننزل بالخضرة اللي احنا فرمناها دي كده تاني اول بتاع تنزل منك بالزيت خلي بالي حاجات دي كانت بتحصل معي وانا صغير وانا لسه بتعلم وقعد ادور عليها ولا ها في الطبقة في الاخر تحاكوا ايه غطأ ايه ايه ده تبوس الكيس مثلا فيه فول خلي حاجات الصغيرة تتخلي بالك منها خلي بالك ايه 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 الحلاوة دي ايه نسيبش حاجة شايف الريحة الحلوة دي كده ايه بصراحة ايه طريقت الشي في المغاز زيت الزيتون مع الخضرة والطعم الحلو ده كده الزيتون اخباروا ايه ريتون معه انصغلوا مطحون ويجز انقموا فيها الله يمين الصعير على النبي ناخد وسريته ده كده يلله بينا الله يمين الصعير عن النبي يلله هوا ده هو ده هو ده هو ده هو ده ايه حضر ايه ايه竟 ! البصارة على طريقة الشيف المغازعة ونقلب كده جربيها بالله عليك تجربيها أنا عارف تتعلمتها من ماما غير كده خالص أنا أعلمك على طريقة سهلة الفول حتى لو أنت بعد ما استوى الفول وجوز اتكلمك وحماتك وماما وفي عزومة هنعمل أكل تاني لو شلتي في التلاجة زي ما هو كده مش هحصل له حاجة هو الفول اتسالة على النار مع بصل وتوم أو بصل بس وخلاص أو فول لوحد وتسالة وفي الآخر حطنا أعلم كده لازم تغلع النار لازم كل ده يغلع النار خضرة فرش بقدونس جزبرة بلاش الشبت فلفل أخضر رومي فلفل حار فيها توم زيت زيتون وأعلم كده الكمون جواه وحط شوية الكمون في الآخر خالص بعد ما تطلع من النار وأزبط الملح بتاعها يا نعم إن أزبر على الباسترمة ديس ما جايش وقت الباسترمة الباسترمة جاية دلوقتي في الطريق آه أسيب ده على النار تغلي وتعالي نشوف إيه قصة الباسترمة معها أنا بعمل لأكلة لها تاريخها فلازم نركز شوية مع بعض تسعى النار آيه ديلي الباسترمة تسخن كده وروق الفرن بتاعك كده حاضر عينية بيقولي الكوب كيك هاي يا مخرق شاطر أنا دايما يذكرني لسه ما خلصتش بسقالة بعملها بمزاج قوي على فكرة بس مهما اكتهد واعملها مش هعملها بتاع مهم الله يرحمه خالص يا شوية الملوخية الناشفة كده تحطها في قلبها وشكرا معانا باسترمة ومعانا التوم ومعانا من زيت الزيتون معلها ونشيل السكينة دي بعيدة عن الحط وناخد الباسترمة دي كده نحطها على البلانشا كده وميصيرك يا ملوخية تيجي تحت المخرطة ياخد الباسترمة والنعمها جامد قوي زي التوم كده وحمص يا مغاز الباسترمة دي مع توم بعزيت زيتون وشوية نعناع يابس واغرف البصارة دي في سرفيس كبير كده لم العلة وزين الطبق ده بالباسترمة والتوم وخلي الطبق على جنب علشان محدش ايه يقولك مثلا مش بحب الباسترمة صيامي الحاجات اللي احنا عارفنا دي اهو اهو حالو اهو زي الفل اخبار الطاصة ايه سخنة اهو قل النار تمام هط زيت زيتون حالو اهو شوية توم محترمين كده وعينك على التوم عشان ما تاخدش لون انتش بتعمله طاشة لفتة اهو وانا صغير لما كانت الحاجة رحمة الله عليها تعمل البصارة دي كنت باشوفي التومة كده على وش البصارة كنت اقرق التوم واكله ما ارمش كده اهو اهو توم دا كله وبص على البصارة بتاعت دي كده غلت اه تغلب كل ما تغلي كل ما تاخد لون كل ما تغلي كل ما تاخد لون اهو 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 اخبار التومة ايه اخلص شوية نعناعها يابس نعناع يابس يعني نعناع ناشف مع التوم ليه يشيف علشان لما اناكل التوم ده بيبقاش في ريحة التوم في بقنا خلي بالكم اهو ونقلمهم كده سنة بابريكا انا بعمل الخلطة اللي على وش اهو حالو شوية فلفل اسود كل دا في الخلطة حالو اهو شوية كمون في الخلطة اهو واقلب التومة بتاعتي اتغير لونها خدت لون عناية حاضر كل دا مع بعضه اهو ناخد البسترمة بتاعتنا الجميلة الحلوة بقوليه لازم تطلع فاصل انا بقى بيبقى عد حاجة كده لازم اكملها لان انا عاشق للأكلة دي خلي بالكم وبشتغل فيها بفتكر كل تفاصيلها مع امي اهو واقلب كده اهو اهو سيبونا اقلب البسترمة مع الكشنة او الخلطة او التدبيلة اللي هي التومة مع البهارات وتتشوح كده وتتحمس وعند البصارة بتغلع النار مع الخضرة بتاعتها هنرجع مع بعض نشوف هنغرفها ازاي ونعمل طبق الكفتة بالسجوء البلدي لاطفالنا الحلوين او اتروحوا بعيد تابوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وحاجة جديدة نجربها مع بعض نقول وصلنا لدرجة الابداع خلونا نشوف البسترمة مع التومة مع النعناع اليابس موديان الفين بسترمة يعني قود روز بيف متكتف كويس معمول بالدبار وخد التوبنج بتاعه من الحلبة النعمة والتومة والفلفل السود والملح تبقى عجينة كده وبيتعمل له جبس به كده وزي واحد كون بيجاب زراعه يعني من الاخر ويتلف كويس ويتحط في مكان فيه تهوية متعلق لمدة واحد وعشرين يوم حسب حجمه وحسب وزنه وبعدين نفتع عليه ونسمي بسم الله قادي الفول بتاعي وصل للخضار والطعم زي الفول يلا الله مصلى عن النبي جاهزين فور السنة بزول مصر ايه الحلاوة دي عم الشي ايه الجمال ده البصرة لازم تنزل بالقوام ده لازم بالقوام ده يا شيف ليه علشان دي لسه هتبرد فما طلحاش من التلاجة يتبع عاملة زي الجبس او زي الاسمنت تخلي بالك الحاجات اللي بقولها دي بتحصل تيجي اكل بصرة هلاقي عايز انزل بالمعلاء عايز اضرب المعلاء ودن القطة تطلع في ايديي على طول ايه زي الفول معنا الطاشة بتاعتنا الحلوة ايه 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 شوية البابريكا اللي انا حطيته من دول اه ده اللون بتاع البابريكا مع البسترمة مع التومة عشق كده واخد بالك اه ايه الحلوة دي عمشين يلا الف انا وشيفة للي ياكم طبق مش بيتكلم مصري بيتكلم ريفي وصعيدي ومصري كل اللغات المصرية اللي في العالم اه اه ايه الجمال ده واللي عد ان يعناها ده كده تحب نعمل مع بعض طبق حلوة كده هيعجبكم عشان انا عارف مهما اكتهت في الطبق ده فيه اطفال بيعترضوا عليه بس بعد ما بيجبروا شوية ويرجع لل اصول الاكل وجزور الاكل والزمن الجميل يقول لك اجربها يا مينيت حماتو يا مينيت مامتو الاتنين ربنا طول في عمره حلو خلانا اتكلم الصراحة يعني عملنا النهاردة الكوب كيك بالمشمش لاطفالنا الحلوين عشان نكافئهم كده ويقدروا ان هما ياخدوا الوجبة بتاعتهم من البيت مع كوبايات العصير جوزك هو نزل عالشغل مع كوبايات الشاي عملنا طبق بيتكلم مصري بكل اللغات المصرية الريف المصري نعم السعيد المصري نعم القاهرة نعم اسكندرية نعم عشان ما حدش يزعل اسوان والقصر نعم كل ده ولكن اضافة الشيف المغازل للبسترمة عايزين نشوف نعم او لا عالسوشيال ميديا التاجن الكفتة بتاعتي في التلفورن هطلعها عشان نشوفها مع بعض ورؤية وفن وابداع بنشوفوا كل يوم على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية منين يا مغازي من ماس بيرون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة